المعارك الأدبية نتيجة المعارك الأدبية عند عباس محمود العقاد كتابة العبقريات لأنه لم ينجح في الشعر فاخترع جنس أدبي جديد أو اتجاه أدبي جديد التحليل النفسي المتقدمين التحليل النفسي الذي يعتمد فيه على قدراته العقلية التي لم يوجدها عند الآخرين يمكن يتفوقون عليه في الشعر يمكن يتفوقون عليه في الأدب هناك نقطة مهمة في العبقريات العبقريات لا تؤخذك تاريخ هناك مصادر تاريخية موثوقة أكثر منها ولكن تأخذ كتحليل نفسي لعوامل عبقريات هؤلاء العباقة هذا يتفق مع إمكانيات وقدرات العقاد ذكي جدا هذا من ذكاء العقاد أنه اختار هذا التوجه وهذا نتيجة للمعارك الأدبية مصطفى المنفلوطي مصطفى المنفلوطي أيضا في بداياته كان شاعرا كلهم أرادوا أن يكونوا شعراء يا مولانا معركته مع الرافع معركته مع الرافع لما كتب الرافع المقال المشهور الذي كتب مقال وصنف الشعراء ووضع نفسه هو الأول ووضع العقاد خامسا ووضع مصطفى لطف المنفلوطي خامسا أتى بعد سنة مصطفى لطف المنفلوطي وكتب أيضا مرات تقريبا مقالة وصنف الشعراء ووضع من ذكاء لطف مصطفى لطف المنفلوطي لم يضع نفسه أولا وإنما وضع نفسه خامسا وترك أحمد شوقي وحافظ إبراهيم يتصدرون القائمة ولكن كان مغزال حقيقي وهدفه من الرافع ووضع الرافع يثن؟ مرتبا رابع عشرة عشرة يعني هو أضطر يأخر نفسك بمرتبة على أساس يخلي هذا في الأخير لكن هو فعلا من الصعب أنك أنت تضع نفسك أولا في وجود هالعماليقة حتى يخرج من هذه المعضلة وهذا نتيجة من نتائج المعارك الأدبية اخترع أيضا جنس أدبي جديد الذي هو الكتابة الذي برع فيها مصطفى لطف المنفلوطي النثر الفني نعم النثر الفني هو جدا النثر أكيد ستختلف معايا جدا دعنا نكمل لا ننسى زاكي مبارك بعد في النثر الفني لكن مصطفى لطف المنفلوطي يعني في النثر الفني أبدأ بشكل لا يوصف وكثير من كتاب ذلك الزمان وصفوه بصفات رائعة جدا يعني أنا اعتبره من ذكاء مصطفى لطف المنفلوطي ومن نتائج المعارك الأدبية أنه خرج من ساحة الشهر وذهب باتجاه النثر الفني وبرع فيه عن طريق المقالات التي كان ينشرها في المؤيد وألف لنا ترك لنا إرث عظيم جدا وهو النظرات والعبارات التي كانت عبارة عن مقالات لا هو الأهم إفرازات المعارك الأدبية الدراسات الأدبية الرصينة يعني كلنا نعرف أن طه حسين كتب كتابه المشهور في الشعر الجاهلي قامت الدنيا عليه وقاعدته صحيح نحن الآن كفر يعني جدا وحكم وفصل على إثره بعد ذلك عام 32 من الجامعة نعم ونوقشت جلسة في البرلمان والشيخ الأزهر والأزهر أصدر فيه لكن المهم يقال أن هزيمة طه حسين في معركة الشعر الجاهلي أنها أوقفت أوقفت المعركة معركة المعركة الأدبية التي كانت طاحنة توقفت إلى حد ما بعد هزيمة طه حسين هل أنت لا لا استمرت يعني بعد ذلك بعد أساسا هذا التاريخ قامت أهم نقول ضعفة لا لا قامت أهم أشرس المعارك معركة لقمة العيش مع زكي مبارك و طه حسين قامت معركة جناية أحمد أمين كان يقول عفو أنه قاطعك يقول زكي مبارك النقطة الجميلة لو جاع أطفالي لشويت طه حسين و أطعمتهم لكن أهم إفرازات المعارك أنا أراها حقيقة في الدراسات الأدبية الرصيلة نعم يعني في الكتاب في الشعر الجاهدي كم كتاب إلى الآن ما زالت تؤلف ردود عليه منها تحت رائث القرآن للرافعي منها نقض كتاب الشعر الجاهلي منها نقض كتاب الشعر الجاهلي و غيره يعني الدراسات الرصيلة التي تأتي بعد المعارك المعارك فيها منهزم و فيها منتصر و فيها أحيانا يكون الطرفين كلهم منهزمين لكن الرابح الأكبر نحن القرآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر